ساعات سيحصل الاغلاق الاسبوعي بهذه المناطق المرتفعة البيتكون بمنطقة محيرة صعود ام هبوط طابع معي على الفيديو للاخير اذا كان بيهمك اتجاه السوق بتمنى منك صديقي تلقي نظرة على قناة التليجرام لحتى تشوف ارباحي بنفسك بتمنى ما تضيع الفرصة على نفسك تنضمني علي الرابط اللي باسفل الفيديو منطقة محورية منطقة موسهلة ابدا منطقة 28 ألف منطقة تحتمل الوجهين صعود ام هبوط هل سنغلق على مناطق الـ 28 ألف ام سنهبط الى مناطق الـ 25 ألف بصراحة مع ازمة البنوك ومزيد من طبع الدولارات انا ايجابي للبيتكون وبالاخص عقود اللونج اكتر من عقود الشرن واللي رح يقود البيتكون هي عقود اللونج ما زال البيتكون بيتماسك مع قليل من التزبزو شباب انا اهدافي الى مناطق الـ 30 ألف شفنا ضعف بالزخم عند مناطق الـ 28 ألف وشفنا تصحيح وتوقعنا الصقف التصحيح مناطق الـ 25 ألف لكن ما تجاوزنا منطقة الـ 26 و 600 دليل قوة البيتكوين وتماسكه حاليا هيمنة البيتكوين على السوق 46 بالمية مهمة كثير ترائب صديقي الاغلاق الاسبوعي اي اغلاق على مناطق الـ 28 و 500 رح يكون هدفنا بشكل مباشر الى مناطق الـ 30 ألف اي اغلاق اسفل مناطق الـ 27 و 500 رح يكون هدفنا منطقة الـ 26 و 500 صديقي عند الاغلاق الاسبوعي ممكن تشوف حركات كبيرة من الحيتان بتمنى منك اذا كنت مبتدئ تتجنب ساعات الاغلاق ليتحدد مصير السوق واذا كنت بتفضل اهم الصفقات واهم النصائح لاستثمارية معلك صديقي لا تنضم للرابط اللي بأسفل الفيديو لا تزد عملي بالاشتراك وتفعل زر الجرسة حتى يصلك كل جديد